هو ايه اللي بيحصل في كندا? الناس كلها بعد القوانين الاخيرة متلغبطية. دنيا كلها عشوائية في كندا والناس بقت متلغبطة مش عارفين يبدأوا منين ويعملوا ايه ويكملوا ولا يقفوا. والناس هنا في كندا اللي مختصين بالشغل في كندا والصفر والهجرة ما بقوش عايزين يقولوا حاجة عن كندا. ده بقاهم يتكلموا كمان عن اسعار الطماطم وعن اسعار الاجارات واسعار البيوت وعن كندا ولا امريكا ولا استراليا وحاجات كده بدهم يروحوا في جنب تاني. تعا نقول لك بقا ايه? ايه اللي بيحصل? اللي بيحصل دلوقتي ان فيه لغبطة. اللي بيحصل دلوقتي انك تاخد نفس عميك وتفكر كويس وتستكر هتكمل ولا انساحب? لو هتكمل يبقى لازم تعرف النصيح اللي انا هقولها لك دي. لو هتكمل على انك انت عايز تجي كندا ومحتاج كندا يبقى لازم تعرف اللي انا هقولهولك ده كله. اللي هقولهولك ده مهم جدا. لازم يكون عندك شهادات شهادات دبلومات عشان تشوف برنامج هجرة مؤهل للشهادات بتاعتك دي. هتستعين? اه اكيد. هنستعين بمكتب برضو يشتغل لنا على البرنامج لكن انت لازم يكون عندك شهاداتك وعندك دبلوماتك اللي تأهلك لبرنامج من البرامج المتاحة اللي هتفضل متاحة دايما مع اللغبطة ومع العشوائية ومع الاغلاق ومع القوانين اللي موجودة دي فيه برامج برضو. وفيه صفر برضو. وفيه ناس هتيجي كندا برضو. ما تقلقوش. بس مش اي حد. ومش كل حد. تاني حاجة لازم يكون عندك لغة بقى. اه. لازم يكون عندك لغة. لان كل البرامج هتعمل اختبار لغة. سواء فرنسي او انجليزي. الناس بقى اللي معانا اللي هما بيقولك اه ده اللغة صعبة وان الايلتس امتحنته كم مرة ما بجيبش اربعة ما بجيبش اربعة ونص. دلوقتي موجود فيه البي تي اي كور. اه بديل الايلتس بيقبلوه. يعني انت ممكن اه وممكن نديلك لينك للبي تي اي كور تمتحنه. وسهل جدا انك انت تعديه وتجيب درجات حلوة فيه. ونحط لكم تحت الفيديو اللينك بتاع البي تي اي كور ممكن تاخدوه وتمتحنوه. وهيكون بديل للايلتس ان شاء الله. يبقى ضروري لغة. ضروري جدا لغة. فرنسي او انجليزي. حسب المقاطعة اللي انت هتروح تعيش فيها او البرنامج اللي انت هتقدم فيه. تالت حاجة واهم حاجة. قبل ما نخش على تالت حاجة. هنقول لكم ان اللغة بنستسنيها في تلت حالات بس. هنستسني اللغة في تلت حاجات. الناس اللي هي لسه برضو بتعافر مع فيزا الزيارة او فيزا السياحة انها تيجي فيزا. مش هينطلب منهم لغة طبعا ولا اختبار لغة ولا حاجة من دي. الناس اللي هي بتتجوز اللي هي بتعمل لم شمل اللي هو مسلا تجوز كندية هنا او مكيمة او هي تجوزت كندي هنا او مكيم فبيتعمل لم شمل او بيجيبها برضو مش فيش اختبار لغة. ما بينسقلوش عن اللغة. الناس اصحاب اللجوء. اللي هم عاملين اللجوء من برا امم المتحدة. وهيجوا بيجوا عادي بيسقلوش عن اللغة. الناس كتير هم بتعرفش تفك الخط. او الناس اللي هي جات بقى بالفياز وعملت لجوء هنا برضو. ما بينسقلوش عن اللغة. يبقى احنا اللغة مهمة جدا. لكن استسناها استسناها في التلات حالات دول. يبقى انت لازم يكون عندك شهادات. لازم يكون عندك لغة. تخش على تالت حاجة. واهم حاجة في الموضوع كله. وفي كندا كلها. وفي السفر اللي كان دا كلها. الامكانيات المادية. امكانيات مادية لكل حاجة. لاي برنامج. لا. عشان تركب طيارة يا اخي. انت تركب طيارة. ده تكت الطيارة بقى بمبالغ. امكانيات مادية. لازم يكون عندك امكانيات مادية. اه حساب بنكي كويس. عشان يؤهلك للبرنامج اللي هتقدم عليه. البرامج كتير قوي. لازم تعرف البرنامج اللي هي نسبك. وتقدم عليه. هتستعين بمكاتب هجرة تقدم لك. مفيش مشكلة. بتعرف تقدم لنفسك. مفيش مشكلة. المهم انك انت لازم هيكون عندك امكانيات مادية مطلوبة. طبعا في برامج الهجرة يمكن الامكانيات المادية ما بتكونش بالحجم الكبير قوي زي الامكانيات المادية في فيزا السياحة اللي لسه بنتكلم عنها من شوية. يبقى دخلنا في تلت حاجات تلت حاجات دلوقتي. نيجي نخش على اهم حاجة. كلهم مهمين كلهم مهمين كل ما اجا اقول اقول اهم حاجة. لا كلهم مهمين. لازم تجمع معلومات. تجمع داتة كبيرة جدا عن كندا. عيش في كندا. عيش في كندا وانت في بلدك. عيش في كندا. اقسم بالله انا بعرف ناس كان بتبقى عارفة معلومات عن كندا كبيرة جدا جدا. وبعرف ناس تانية مسيلة لها عايشين في كندا هنا. بقى لهم سنين ما يعرفوش نص المعلومات اللي الناس اللي برا كندا عارفينها. انا عايزك انت تكون من دول. النت موجود. جوجل موجود. تقدر تعيش جوا كندا. تقدر تعرف اه مقاطعات كندا كلها. ايه المقاطعة اللي هتناسبك? اه ايه البرنامج? البرنامج هيبقى في انه مقاطعة وانه مدينة. البرنامج اللي هيناسبك. تقدر تعرف المدينة اللي هتقدر تعيش فيها. الايجار هتأجر بكام? هتشتغل بكام? هتاكل وتشرب بكام? الناس اللي هتعيش معهم في المدينة دي الناس شكلهم ايه? اه الجو والطقس بتاع المدينة. الحاجات عن دينك. كل حاجة عايزك تعرف كل حاجة. عايزك كل حاجة تعرفها. عايزك تعيش اك انك عايز في كندا. ليه? لان انا لسه بقولك هناخد نفس كبير. ناخد استراحة محارب. انا عايز الناس اللي هي اللي هي فعلا هدفها كندا تاخد استراحة. تاخد استراحة تعيد تعيد ترتيب اوراقها. تعيد ترتيب اوراقها كله وتبدأ تشتغل صح. لان كندا موجودة. كندا موجودة وكندا هترجع انك انت تلاقي فيها وظايف كتيرة وتلاقي فيها فرص عمل كتيرة وتلاقي فيها حياة حلوة وتلاقي الدنيا حلوة زي ما كانت كل ده هيرجع. كل ده هيرجع. بس هي مسألة وقت. يبقى احنا اتكلمنا كده انك انت تجمع معلومات كتيرة تجمع data تعرف كل حاجة عن كندا تعيش في كندا وانت برا كندا. عشان تعرف ايه اللي هينسبك بالظبط. كندا يا جماعة بلد ورق. بلد ورق. هي دلوقتي فعلا تبقى بلد من ورق فعلا. هي بلد ورق. بلد اوراق. يبقى احنا بنتكلم ان احنا نجمع اوراق ونجمع شهاداتنا ونجمع اوراق بنكية اللي هي الفلوس. نجمع كمان المعلومات برضو. نعرف كل حاجة. حاجة كمان بقى ما تسمعش لكل الناس. في الاف الاف على السوشيال ميديا بتكلموا عن كندا. كل الناس بقى بتتكلم عن كندا. والناس اللي بتتكلم عن كندا من برا كندا اكتر من الناس اللي بتتكلم عن كندا من جوة كندا. تخيلوا? اه. الناس اللي بتتكلم عن كندا من برا اكتر. فما تسمعش لكل. هتتعب نفسك. هتتوه نفسك. كفاية واحد او اتنين قوي. اسمع الاتنين. اسمع الاتنين تحس انه مش. لان نحبطين كتير قوي. واحد ايجابي هتلاقي مية قباله. مية بيقابلوه سلبيين. وكله بيعك وكله بيخبط وكله بيهبد. وكله بيقول اي كلام وخلاص. اعقلها انت بقى اعقلها. ما انت لما تبقى. اللي اربع حاجات اللي انا كلمتك عليهم دول. وعملهم كويس ومتمكن منهم كويس. مش مش هتسمع لها اي حد. هتبقى عائل وفاهم. وعارف مين اللي بتكلم صح ومين اللي بتكلم غلط. وعارف هتمشي فين. انا بتكلم عن الناس اللي هي مصممة على كندا. انا بكلم الناس اللي مصممين على كندا وعايزين يكملوا في كندا رغم الاوضاع اللي انا بتكلم عنها وبقول اوضاع عشوائية دلوقتي. قفلين جامد قوي. كوانين متل اغبطة. الدنيا متل اغبطة. فرص عمل ضئيلة جدا 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 جدا. اه معرفش ليه. اه بزنس كتير قفل. بزنس كتير اه خف العمال. ماشى ماشى عمال. ماشى ناس. اه. شركات كتير ماشيت ناس. كل ده انا بقوله. انا بقوله ما خلاص واقولك لا اه الدنيا واردي 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 لا. الدنيا افلة. فانا بقولك نفس نفس. وهنعيد اورقنا. نعيد ترتيب حياتنا. نعيد ترتيب ورقنا لان هي البلد دي بلد ورق. رتبت ورق صح. كندا بتاعتك. اه. رتب ورق صح. كندا هتبقى بتاعتك وتعرف تعيش فيها كويس. وما تسمعش للناس المحبطة. العراكيل كتير قوي. المحبطين كتير قوي. اه. الصعب كتير. اه الصعب كتير قوي. الصعوبات كتيرة. مش هقولك لا ما فيه صعوبات صعوبات كتيرة قوي. فانت خد هدنة. وابدأ من جديد. اعمل كده لنفسك. وعيد هيكلة امورك. وامشي في طريقك تاني. وربنا هيوفقك ان شاء الله. الناس بقى اللي جات. لازم يكون لهم نصيب من الفيديو برضو معنا. الناس اللي هنا. الابطال. اللي موجودين. اللي رجلهم جات. اللي رجلهم جات في الخية زي ما يقولون. ربنا معكم فعلا. ربنا معكم. اللي قادر يقوم. وقادر يصبر. وعنده امكانيات مادية انه يصبر شوية كمان. وقادر يلاقي مسلا. اي شغل يجيب له اي مصاريف دلوقتي الناس اصحاب الفيز. وما فاهميني. يكمل. يزبر. يزبر شوية. مش قادر بقى وخلاص يحافظ على الفيزا بتاعته. يحافظ على الفيزا بتاعته. ويرجع بلده. ياخد النفس العميج ده. ويرتب اوراقه تاني زي زي الناس اللي تحت. ويرتب اوراقه تاني. ويعيد هيكلة نفسه. ويرجع تاني لما يلاقي ان الدنيا بقت كويسة. وان شاء الله الدنيا هتبقى كويسة. مش بنقول من فراغ. ان شاء الله كندا هتبقى كويسة. كندا بلد كبيرة. شايفين بلدنا? شايفين اوضاع بلدنا? كل الناس كل كل صحابنا اصدقائنا اهلنا بينزلوا اجازات بيرجعوا. مش في بلدنا بس. في بلد في بلدنا كلها. انا بتكلم بلدنا. بلدنا العربية كلها. شايفين الوضع عامل ازاي? نار هنا ولا جنة بلدنا? اه. انا عارف ان الكلمة دي هتشتم عليها كتير قوي. بس هي دي الحقيقة. الحقيقة. مهما كانت كندا افضل من بلدنا. هيطلعوا لي بقى التعليقات ما ما عنديش مشكلة الحمد لله. انا بقول اللي يرضي ربنا واللي يرضي ضميري. بالتوفيق لكم جميعا. ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة وتعملوا لايك للفيديو ده عشان الناس تشوفوا. محدش بيشوفنا الفترة الاخيرة. مكلين في الفيديو زي ما قلنا لكم لان اهو هنقول ايه? هنقول ايه? هنطلع بقى نقول لكم اسعار الطماطم بقى واسعار السلام عليكم.